موسيقى هاي معروف عن الاتحاد السوفيتي انه كان يتحكم بشعبه بشكل كامل وان الحرية فيه كانت مأيدة الحياة كانت صارمة بشكل كتير غريب تعمد هالنظام انه يسيء للطب النفس بالسياسة فكان يتم اتهام البحثين عن الحقيقة أو الإصلاح بمرض سكيزوفرينيا وكانوا الأطب النفسيين يبعثون على المستشفيات بحجة العلاج لإبعادهم عن الناس كانوا الكوميديين السوفييت مجبورين يقدموا مادة متوافقة عليها مسبقا من قبل الحكومة وكانوا مجبورين يقدموا نكتهم بصورة سنوية بوزارة الثقافة اسم الإدارة الخاصة بالنكت وأكيد نكت على الاتحاد مرفوضة موسيقى البيتلز كانت ممنوعة وكان يتم حجز كل مراهق بيسمعه وحلق شعره بالكامل مين قال انه توقف عن الزئيف للزعيم بالاتحاد السوفيتي كان يعرض صاحبه للحبس؟ أنا قال بشوفكم بكرة موسيقى 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 موسيقى